ابننا الحبيب الذي سأل خريش كلية التربية يقول بأنه في بداية الالتزام وعلى بداية طريق الهلاء أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يثبت شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلة وأن يجنبنا وإياهم فتن الشهوات والشبهات إنه على كل شيء قدير يقول بأنه حاول خشوع في الصلاة طيب حاول اجتهد وأعلم بأن الخشوع في الصلاة لا يأتي بالتنظير يعني لا يأتي بالكلام النظري كلام النظر الوحده لن تحصل بسببه الخشوع في القلب لأن الخشوع يحتعمل قلبي لأن الخشوع عمل قلبي وعمل القلب يحتاج إلى عمل عمل القلب يحتاج إلى عمل يحتاج إلى ذكر وإلى صلاة وإلى الصلاة ممكن تخشع بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بحسب حالك أنت مع ربك يحتاج إلى ذكر يحتاج إلى استغفار يحتاج إلى دعوة يحتاج إلى أمر بمعروف وإلى نهي عن منكر يحتاج يحتاج عمل لا بد أن تعمل ثم بعد ذلك يرق القلب وتدمع العين وتحدث قشعريرة في الجلد وفي البدن كل هذا لا يأتي بالكلام النظري وإنما يأتي بالسلوك العملي والتطبيق العملي إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أسأل إن رزقني وإياك وإخواني وأخوات الخشوع لكن هو يسأل عن مسألة خطيرة جدا مسألة الهواجس والوساوس الشيطانية التي تأتي متعلقة برب العزة تتعلق بسبب رب العزة ولا حول لقوة إلا بالله أقول لك أخي الحبيب إذا كانت هذه الوساوس والهواجس الشيطانية لا تتحول إلى كلمات أو إلى أفعال فلا تقلق ولا تنزعج أقول لك تاني هذه بشرى جميلة الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس أو الهواجس أو الخواطر سأل الصحابة رسول الله عن هذا والحديث في صحيح مسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه يعني وجدتم هذه الهواجسة والوساوس لكنكم تخشون منها وتخافون منها أن تنطق بها الألسنة أو أن تحولها الجوارح إلى عمل أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك محض الإيمان الله أكبر قال ذلك محض الإيمان الشيطان لم يعد يجد سبيلا إلا هذا السبيل يعني يحاول مع العبد من جميع الجوانب والطرقات لا يدعو الشيطان سبيلا إلا ويسلكه كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبره ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قاعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها يا الله قاعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها قاعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك واجدادك فعصاه فأسلم الله 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 فعصاه فأسلم ثم قاعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإن المهاجر كالفرس يستن في طوله أو يستن في الطول يعني المهاجر في بلد الهجرة مقيد كالفرس المقيد في القيد فعصاه فهاجر فقاعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتمكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد قال صلى الله عليه وسلم فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة يا سلام على البشرى الجميلة دي فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة الشاهد أن الشيطان لن يتركك أبدا سيقعد لك في كل طريق في كل طريق خير في كل طريق طاعة ما يقول لك الله طب ما بروحش للجمال في الخمرات لإيه الله يروح لهم لإيه هيروح للخمرات لإيه ما يقولوا لي ابن عباس ردوان الله عليهم بقولوا لي ابن عباس تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها أما بيصلوا ما بيوسوس لهمش الشيطان فقال ابن عباس وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان ما المساء الخلصانة إنما ان طريح طاع يوافلك على طريق الطاع إنما اللي في الزين هو وصله تركه خلاص اللي بيشرب الخمر وصله وتركه خلاص اللي طلق امرأته وصله إلى هذا وتركه إنما اللي على طاع دل وقفله بالمرصاد مش عاوزي أن يدخل إلى هذا الطريق أو يستمر في هذا الطريق فالشيط يأتي اليوسوس للعبد يوسوس له بوسوس خطيرة تتعلق برب العزة سبحانه وتعالى طب وربنا خلق السماء وخلق الأرض من خلق الله يجيلوا كذا طب وربنا بيكون ربنا بيشرب وهكذا وسوس إلى حد أن تصل إلى وسوس الشيطانية خبيثة للسب في رب العزة تبارك وتعالى وسوس يقذف الشيطان في القلب العبد مرعوب خايف زي ما سأل الأخ وسمعتم السؤال في رعب في فزع خايف تتلفظ اللسان بفضل الله لا تلفظ وللأعمال تترجم فعلا من أفلها ده بيصلي وبيحاول يخشع في الصلاة وبيبكي وبيجدل التوبة والأوبة ولما الهواج يزيد بتأتيه بيطرعب بيبقى في حالة رعب آه أبشر يا أخي لا تخف لا تخف طب أعمل إيه آه خلي بالك بأمل اللي تعمله كن دائما على وضوء كن دائما على وضوء فالوضوء سلاحك الوضوء سلاحك ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن خلي بالك ده الأمر التاني أكثر من الاستعاذة أكثر من الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أكثر من الاستعاذة الأمر التالت أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الرابع حافظ على مجلس من مجالس العلم وهنصحك أن تحرص على درس العقيدة درس العقيدة على شاشة قناة الرحمة يوم الأربعاء جبريل يسأل والنبي يجيب لأنك محتاج تثبت عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان في قلبك ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرع الأصيل الصحيح قال الله قال الرسول قال لقى هو دا العلم الشرع الأصيل الصحيح قال الله قال الرسول فمحتاج تتعلم عن الله وعن رسول الله وتدعم وتثبت الإيمانة وتجدد الإيمانة وعقيدة التوحيد في قلبك ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرع الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات خلي بالك قال الله فاعلم وبعدين واستغفر بعد كذا يبقى فيه أمر بالعلم وأمر بالعمل أمر بالعلم في قول فاعلم وأمر بالعمل في قول تعالى واستغفر فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنه وعن قلبك هذه الوساوس والهواجس والخواطر وأن يثبتني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاك